اهلا وسهلا فيكم دائما لما نشوف توأم متشابه كتير منهم بسيط وبتاخدنا الانبهار قدي مثلا شكلهم مهضوم وانهم قد بعض وضحك ولكن نتيجة هذا التعامل وحاير نظرة هناك فيه تحديات بتواجه هالتوأم منذ الطفولة فهلأ صار الوقت انه نسلط الضوء عليها ونشوف شو لازم نعمل حتى كل واحد فيهم يدرك تميزه ويكون دائما فخور بتميزه لهذا الحكي معنا السيد بسمة الكيلاني أخصائية علم النفس العيادة أهلا وسهلا بسمة أهلا فيك كيف حالك؟ الحمد لله يمكن انت بتكوني على تواصل عندك بالعيادة بيجوا التوائم نتيجة أو أهلهم يمكن نتيجة تحديات بتصير تواجههم بعدين بالعمر فعلا هم بيجوا عادة بسن الرشد يعني ما بيجوا هم صغار كتير حقيقة التوائم طبعا أدمهم حلوين أدمهم غلبتهم وهم صغار فعادة التحديات اللي بتصير من لحظة الولادة إنها الأم عادة بتصير مش قادرة توزع الانتباه بينهم إذا بدأ تعطي هذا انتباه نفسي حتى وعقلي هي بدأ تأثر مع الثاني أو بدها ما تنتبه له بهديك اللحظة والعكس طبعا فاللي بتصير تعمله لأم إنها بتصير تفضل أو أريح لإلها تطلع عليهم كوحدة واحدة وهذا حقيقة اللي بيخلي التأثير يبلش يصير على هويتهم ونصير نطلع عليهم على إنهم وحدة واحدة وهذا اللي بيخليها مع الوقت تصير تلبسهم زي بعض يروحوا على نفس الصف يعملوا نفس الأشياء مرات حتى بتصير تطعميهم نفس الأكل رغم إنه واحد من التوائم بيبين واتجاهاته إنه ما بيحب هذا الأكل ولكنها بتصير لأنه كمان أريح إلها من ما تحضر أكلتين أو نوعين من الخضرة إنها تطعميهم نفس الأكل فهوم بتبلش الشغلة هلأ هم بالنسبة إلهم التوائم هم عندهم علاقتهم في الأم عندهم علاقتهم في بعض فهم من البداية متعودين إنه هو ما ياخد أمه كلها لإله هو متطر يشاركها مع شخص آخر والي هو إشي مش كتير عادي فحقيقة لقيوا إنه الوقت الوحيد اللي الطفل بيحس فيه بهويته المتفردة هو لما بيجي الأب وهو باخد واحد بلعبه والأم بتكون مع واحد فبيبدأ يكتشف هويته هو كشخص عشان هيك منقول إنه الأم لما بيكون عندها توائم كل ما ما كابرت إذا هي محتاجة للمساعدة وطلبة المساعدة وكل ما كان الأب إله دور كل ما هم يطلعوا أوعى بهويتهم الفردية مضبوط نقدرش نترك الحمل كله على الأم طبعا طب هلأ مثلا قبل ما نيجي لتأسيس العلاقة من أول من بقت الولادة شو التحديات اللي بيشعروا فيها إن لما يجوكي بسن الرشد بمرحلة المراهقة والبلوغ بيكونوا حسين شو عادة بيواجههم إذا ما انتبهنا للأشياء اللي لازم نحكيها شو ممكن يصير هو عادة اللي بيصير إنه الناس كلها بتفكر إنه بما إنهم أشكالهم متشابهة فمعناته هم كل شي فيهم رح يكون متشابه وبيفكروا إنه هم عندهم نفس الجينات فبالتالي كل شي في حياتهم هو متشابه حقيقة هم بالشكل متشابهين ولكن هم مختلفين كتير فكتير مرات بيكون إنه واحد منهم بده يدرس إشي مختلف تماما عن التاني منلاقي إنه حتى الأهل بيقاوموا هذا الإشي بيكون واحد يدرس هندسة تاني ميولو فنية فبيصير يطلعوا عليه إنه هو أقل أو إنه لأ ليش لازم تدرس زي أخوك تقدر أنت على الهندسة بما إنه هو بقدر فأنت بتقدر فهذا كتير بدأيقهم حقيقة الشغل الثاني اللي بتشكلهم كتير أزمات إنه مرات هم متعودين دائما يكونوا مع بعض بروح واحد بتجوز قبل الثاني فحقيقة بهاي المواقف هم بيواجهوا حسرة الحداد بحزنوا كتير إنه صار في فرقة فبالتالي اللي بده يتجوز واحد من التوائم بده يكون كتير قادر يتفاهم مع التوائم الآخر وقادر إنه يعرف شو هي سايكولوجية التوائم لأنه رح يواجه مشاكل لأنه التوائم الثاني هو جزء من الزواج رح يكون سيكون معاهم باستمرار طيب خلينا نبلش إنه أول يعني عادة كيف لازم تبدأ العلاقة من الأساس يعني من بقدوم هالتوائم المتشابه للأسرة حقيقة إحنا ما مننصح إنه يلبسوا زي بعض مظبوط الأهل بلاقوها شغلة ظريفة بس هي حقيقة كتير بتأثر على هويتهم كل ما قدرنا نخلي كل واحد يختار ونكون منتبهين إيش كل واحد بحب يأكل إيش بحب يلبس ونساعدهم في إنهم ينقوا الإشي اللي هم يبدهم يا كل ما كان أفضل كل ما زي ما قلنا كل واحد قدر يكتشف هويته بعمر مبكر كل ما كان أحسن طبعا بيجي السؤال بعدين إنه هم في البطن كانوا مع بعض ليش نفرقهم في المدرسة فإذا كانوا طول الوقت هم جزء لا يتجزأ إنه بالمدرسة رأسا نفرقهم ممكن هذا يعمل لهم أولها أزمة نفسية فبدنا نشوف حسب الظروف إذا هم والله لا متعودين إنه أنا كل واحد معتز بحاله وبيميز نفسه مظبوط وبيقدر يكون لحاله في كتير من المواقف الاجتماعية وكذا إنه نفرقهم بالصفوف بيكون أفضل كل واحد يبني هويته بين زملائه بصف مختلف يثبت حاله بيكون كتير أحسن لأنه كمان المعلمين بوقعوا بمشاكل إنه بيصير يقارن التوأم بالتوأم التاني تبعه ومش بيقارنه بالصف أو بيصير ما ينادي بإسمه يقوله شق التوم اللي على اليمين فهذا الحقيقة وضروري كتير إنه المعلمين والأصدقاء يصيروا يقدروا يميزوا التوأم مين فلان ومين فلان وفي حقيقة أشياء بتميزهم يعني منلاحظ مرات بيكون واحد شوي أنصح من التاني واحد شوي أطول من التاني فيه إلا مع علامة فارقة بيوشه فضروري المعلمين يصيروا يعرفوها لأنه غير هيك تبدأ تصير طرائف تانية كتير إنه واحد بتبهدل بدال التاني أو ممكن بعمر أكبر يصيروا حتى يستغلوها إنه واحد يدخل يقدم امتحان بدال التاني بالضبط يروح محاضرة بدال أخوه هي بتصير طيب عم نشوف إحنا إنه لازم يعني منحكيك إنه هم يعني متشابهين تماما ولكن هناك اختلافات عديدة ممكن من البيت ببدال نحزز التميز خلينا نشوف هلأ شو ما نقدر نعمل بالبيت بالمدرسة نصائح للأهل والمدرسة بالتعامل مع التوأم حتى نحدد تميزه ونتجنب أنه يمروا بهالتحديات بس يكبر أو ضيع هويته يعني شو لازم نعمل حتى نلاقي التميز أول إشي نكون وعيين ومنتبهين للاختلافات وهاي الاختلافات ندعمها مش نحاول نحبطها أو نحاول نخليه دائما يكون بشبه التوأم تبعه كمان بالهوايات نكتشف كل هوايات لكل واحد فيهم وننمي هاي الهوايات حتى لو كانت مختلفة هلأ كتير كمان مرات الأهل بيقاوموا هذا الكلام لأنه بالنسبة له بدوا يوصل على مكانين مختلفين بدوا يدفع يعني بطلع له مثلا خصم إذا كانوا تنين مع بعض بفضل ياخدهم طبعا لأنه كل شيء يعني تكلفة مضاعفة وقت مضاعف فالأهل المرات بتطلع عليها من ناحية قديش عملي الموضوع فلأ احنا بدنا نحاول نبذل الجهد الأكتر بحيث أنهم تتنمى هواياتهم كل واحد بالإشي المناسب لإله زي ما قلنا بالمدرسة كمان النشاطات يكونوا بنشاطات مختلفة بالجروبس مثلا إذا الصف مقسم مجموعات ما ينحطوا بنفس الجروب كل واحد يكون بمجموعة مختلفة اللي يقدر يعبر عن آراءه يعبر عن هذا كمان في نقطة كتير مهمة أنه إذا إحنا منظل نقارن التوائم ببعض بده يصير في واحد منهم مسيطر على الآخر وبده يصير في تنافس وهذا التنافس مرات مع الوقت بيكبر يعني بيصير كمان في مقارنات مين حياته صارت أنجح فمنلاحظ أنه في بعض التوائم توصل فيهم العلاقة أنه بطلوا يسلموا على بعض حتى نسيجة هذا التعامل والمقارنة طبعا لأنه بالنسبة لهم هاي أشياء كتير صغيرة بس بتظلت دايق على مدى متكرر وعلى مدى سنين فبالآخر تكبر كتير طبعا كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه مزبوطهم مجيناتهم متشابهة بس في عوامل بيئية كتير مختلفة مرات فهذا بيؤدي أنه مثلا شخص واحد منهم يمرض التاني لا وهذا كمان بشكلهم أزمة كتير نفسية كبيرة أنه بيحس كأنه طرفه التاني مرد وهو مش قادر مظبوط هلأ هم بيكونوا موصلين مع بعض عاطفيا يعني إذا واحد موجود كل واحد ببلد واحد مرد مظبوط هيك لما بيقولوا أنه التاني بيكون عن جد شاعر يعني بيشعروا مع بعض أكتر من التوأم العادي في حالات تم تسجيلها اللي بيقولوا فيها أنه التوأم مثلا حس أنه في اشي كتير سيء صار مثلا مع توأمه الآخر فاتصل فيه لأي عامل حادث مثلا أو كذا صار في حالات سجلت من هذا النوع يعني يبقى أكيد محور الحديث أنه يجب تعزيز تمييزهم منذ الولادة بأنه ما نحطهم هم التوأم يعني نطلوا راح التوم وإجو التوم وشأ التوم خلاص يعني بتروح الهوية وعم بوصلوا لتحديات كتير كبيرة لما يكبروا بنفس الوقت ما من قدر ننكر أنه ما فيه بينهم رابط كبير كتير كبير وهم بيحبوا يكونوا مع بعض وبيحبوا يقضوا وقت مع بعض بس بيحبوا هذا الحكي يكون بخيارهم مش مفروض عليهم من الآخرين مش محي الشخصية شكرا بس ما كيلاني شكرا للمتابعة ما تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد شكرا للمتابعة ما تنسوا تشتركوا في القناة